تعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا مديرة عملياتها في قطاع غزة ماتياس شمالي بعد تصريحات أدل بها لقناة إسرائيلية عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأثارت غضب الفلسطينيين وقال المتحدث باسم الوكالة أن إدارتها استدعت شمالي لتشاور وكلفت نائبة المفوض العام بقيادة الفريق في قطاع غزة مشيرا إلى أن الأنروا اعتذرت عما جاء في تصريحات شمالي التي وصفها بغير الموفقة وكان شمالي قد قال في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يصيب أهدافه بدقة عالية ولم يقصف مع بعض الاستثناءات أهدافا مدنية اجتمع أعضاء من حزب يمينة برئيس الحزب نفتالي بنت في محاولة من الأخير لضمان تصويت حزبه لحكومة يائير لابيد وعقد الاجتماع في ظل نية أحد الأعضاء عدم أعطاء الثقة للحكومة التي ستكون برئاسة بنت أولا ومن ثم يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل وكان عشرات الإسرائيليين قد تظاهروا أمام منزل بنت في محاولة لثنه عن المشاركة في حكومة لابيد التي وصفوها بأنها حكومة يسارية ومعنا من غزة عدنان أبو عامر رئيس لقسم العلوم السياسية في جامعة الأمة أهلا بك دكتور أبو عامر ما هي الأوراق التي يمكن الآن لنتنياهو أن يعني يوظفها في إطار سعيه ربما لن يصل إلى موقع سياسي بعد ولكن في سعيه لشقي صفوف الخصوم السيد الخير نجداء السيدة المشاهدين لا شك أن نتنياهو الآن يصارع مسألة البقاء في موقع الأسطر الحكومة وهو كما يوصف منذ أرواح السبعة لديه أوراق إلى حد ما تتضاء المعمرور الوقت لكن أمنها أربع خمس أيام تقريبا إلى حين تصويت على الحكومة في كنيست وعشر أيام أخرى إلى حين تنصيب الحكومة إذا قد لها أن تجتاز التصويت نتنياهو أن يسعى إلى الاتصال فرديا بكل عضو كنيست خاصة من اليمين على حدة يحاول اللعب على وطر معسكر اليمين وغياب معسكر للحكم والتالي حكومة يسار إيئر لبيد لبرمان ميلت علاوه يشق أسطاعا في داخل أحزاب اليمين لقاء اليوم بين نفتالي بنت وأعضائه يحاول كما يقول تأكيد الميثاق أنهم حزب واحد باتجاه الحكومة القادمة لكن هناك الحقيقة مجموعة من التناقضات في داخل هذه الحكومة ربما ربما تعبد الطريق نتنياهو لشق عصاهو على الأقل انفراط أقضية حتى قبيل أن تتشكل من بينها الخلافات القائمة بين مكوناتها عندنا حكومة كما وصفها أحدهم سمك لبن تمر هندي أغسل يمين نفتالي بنت يمين القومي لبرمان يميني روسي ميلت أغسل يسار القائمة العربية حزب الأزرق أبيض إلى حد ما بين البيناين حزب العمل كذلك وبالتالي كل من لديه أجندة سياسية حزبية داخلية بين الإسرائيليين وخارجي مع الفلسطينيين متباينة جدا طيب دكتور أبو عامل صحيح يؤمر كثيراً هذه الحكومة صحيح أن هذا الائتلاف يعني هو هاش وليس متجانساً كما وصفته ولكن هناك إجماع بين يعني ربما الإجماع الوحيد هو أنهم لا يريدون نتنياهو في المشهد بعد الآن لكن في يد نتنياهو هل يعني يملك أي شيء غير يعني القصف بأن هذه الحكومة هي حكومة يسارية الطابع غير ذلك ماذا بإمكانه أن يثير مشاعر سواء اليمينيين أو الإسرائيليين عموماً ولكن نتحدث الآن عن النواب لأنهم يصوتون لهذه الحكومة شوفي هذه الحكومة برغم كل تناقضاته نعم صدقتي عنوانه الأساسي إلا بيبي إلغاء نتنياهو عن السلطة وإطاح به لكن نتنياهو ما زال يعول برغم تضاول فرصه على أن يحاول أن يستقطب بعض أعضاء اليمين ست أعضاء من حزب يمينة هم الذين بيدهم يعني بغت القبان في إنجاز الحكومة في التصويت في أيام القادمة لذلك هو يستطيع يحاول قدر الإمكان ينظم مظاهرة أم بيوتهم يسلعي الحقامات التواصل معهم يحاول قدر الإمكان ولا يعدهم الوسيلة لكن في حال الآن وعندنا أيام الخميس القادمة على فكرة مسيرة المستوطنين في يوم القدس المزعوم بإحياء ذات المناسبة كانت ليلة الحرب قبل الأشهر حاول لضغط على الأوضاع الميدانية الداخلية وحاول تصدير أزمة داخلية إلى الخارج وهذا من شأنه إعاد من جد تكتير أعزاب اليمين ما فيهم يمينة ولانتصراف عن يائر لبيد وأزرق أبيض هذا بتأكيد خيار خيار آخر لا شك أنه عندنا نتنياهو إذا قدر أن يكون زعيم معارضة سيكون زعيما مريرا صعبا قاسيا على هذه الحكومة وسيستطيع أن يشق عصاها بين مختلحات قوانين ميزانية المدينين العلاقة مع الفلسطينيين الانسحاب طيب تقديرات أو أن يجعل الحكومة يعني في حاجة أدر استقرار الحكومي داخلي التقديرات أو الحظوظ بأن ينجح فعلا نتنياهو أن يلعب على التناقضات أو ربما يعني ليس فقط الدواب الست أو الأعضاء الست من حزب بنت ولكن يعني أن لا يجعلها تحظى بالغالبية البسيطة المفترضة إلى أي درجة هي فعلا ممكنة نعم وعنده خيار آخر غير حزب اليمين الآن نتنياهو بنت سئل قبل ساعات أنه فيما لو اضطر كويس حكومة أن يذهب إلى حرب مع غزة من جديد هل يذهب؟ قال له سأذهب حتى لو اضطر إلى إسقاط الحكومة لدينا غضاء برلماني شبكة أمان اسمها القائمة العربية الموحدة القائمة العربية من رغم من مواقفها المسيئة جدا في الآن من الأخير لكن من الصعب أن تبخي تعطي شبكة أمان لهذه الحكومة إذا ورغت في دماء فلسطينيين وكذلك حزب ميرس هذه المعطلة بالتأكيد تعطي نتنياهو إلى حد ما فرصا ما إمكانية إسقاط هذه الحكومة بالرغم من تضاء الفرص مع أولو الوقت لكن هذه الحكومة كما يقال يعني عملية ولادة قيصري لها قد تنجح العملية وإن قد يموت الجنين بحيث عدم إنجاح حكومة في اجتياز المرلمان الأيام القادمة شكرا جزيلا لك عدنان أبو عامل رئيس القسم العلوم السياسية في جامعة الأمة كنت معنا من